عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف ديما وكيف العادة مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج الصحافة الشارع بغيت نسولكم شنو اخبار التعليم في بلادنا كل اللي غيقول لي اخر حاجة تهضر عليها طالب في هذا البلاد هو التعليم كل اللي غيقول لك شنو الفائدة من التعليم في وطن ما فيش فرص العامل كل اللي غيقول لك التعليم هو سبب بنادم حتى ارجع عنده طموح قليل بغيت تعرف لش كي خافوا من التعليم وشنو الفائدة من التعليم الدولة اللي كيكون فيها تعليم قوي كيكون فيها مجتمع صعيب تسيطر عليه لا بالإعلام الملوت لا بالوسائل الحاديثة وباش نزيد نأكد ليكم حقيقة كلامي معدم الدول العربية اللي وقعوا فيها تاوارات كان عندهم نسبة الأمية قليلة وخدوا الضعاف اقتصاديا ولكن التعليم كان عندهم مزيان في المستوى ناس كانوا مآمنين باللي احسن وسيلة اللي غتبني بها جيل قوي في المستقبل هو يكون عندك في البلاد تعليم قوي ولكن اللي ما دارولوش الحساب هاداك الجيل القوي لي وجدوه المستقبل هو اللي غيقلب عليهم طاويلة هو اللي غيكون سبب دي الخراب ديالهم جميع الأنظمة العربية كيخافوا من الإنسان المتعلم المتقف هاتشي علاش ديما كيكونوا حارسين ما يكونش عندهم في البلاد تعليم في المستوى باش ما يخرج لهمش في المستقبل جيل واعي بحقوقه ما باغنش بنادم اللي يكون عنده طموح وباغي يشوف بلاده حسن من اللي عليه في الوقت الحالي ما باغنش يكون جيل في المستقبل اللي يكون عنده رغبة يحرر بلاده من الاستبداد والقمع والنهب والصارقة ديال التروة هاد الهضرة اللي كنقول لكم دابا هي اللي غتبين لكم علاش اختاروا وزير الداخلي السابق هو اللي يكون وزير ديال التربية قبل التعليم بن موسى هو وزير التعليم الميتالي في عهد اخ النوش كل شي عارف اللي بن موسى عنده قدرات محدودة ولكن اللي زوين فيه موطيع جدا اللي كيقولوا لي اللي فوقه كينفضوا بالحرف إلا لاحظوا بن موسى ثم ما يبان في شي خرجة إعلامية ولا في شي لقطة في التلفازة كيبال لكم طيح الراس مسكين اشتهد الوزير إلا طلبوا منه اللي فوقه قالوا لي بغينا تعليم عمومي يكوني ربي ولد المغاربة على السمع والطاعة ما غاديش يتأخر ويقول ليهم لقيتوني عاد كنفكر فيها ديروني أنا سيديك الداب وكنزيد فيه وكنبالغ انت كمغريبي عمرك حسيشي بلي هالدولة عاطية اهمية للتعليم ره من الصعب انوصلوا للمبتاغة وليكون عدنا تعليم قوي وحنا عدنا مسؤولين غارقا في الانانية والقارارات الفرضية والقارارات الارتجالية وهذا القارارات الارتجالية هم اللي كيقلبون منظومة تعليم رقص على عاقب اللي كان راس ردوه رجلين واللي رجلين ردوه راس هاد القارارات المفاجئة المندفعة اللي بدون دراسة بدون خطة واقعية بدون استراتيجية بعيدة المادة حشوما مستقبل الملايين ديل التلاميذ وليدات المغاربة يبقى معلق بين يدين هات الشخص اللي معروف شكون هو بن موسى سيتسنى منه يطور لك التعليم في البلاد ولا نديرو معاشي نهضة علمية شوفوا غير من سمية لو وزارة تعطيكم الخبار وزارة التربية والتعليم انا بنت لي في هذا البلاد ما كي نغاية التربية ما كي الا تعليم لأولو قال لك التربية في حل المغاربة زع ما كي تزادو ناقص ترابي وهو ما اللي كي ربيهم هو ما اللي كي ربيهم وكي علمونا كي عاودونا الترابي ورب الصح قال اخ النوش المغاربة اللي ناقص التربية خص نعودوا لي التربية ديالو دبا من لي وزارة بحل وزارة التعليم وزارة حساسة وكل مرة كي تجيبوا ليها وزير ما عنده حتى شي علاقة بالتعليم هذيرا ما بقاش وزارة التعليم هذيرا رجعت سمية حق التجارب من اللي كتشوف الدولة كتصرف على التعليم وكتقارن ذاك الشيء معاش حل كي يصرف على كورة القادم والمهرجانات كتفهم باللي الدولة ما عطياش اهمية واولوية للتعليم من اللي كتلقى بلاد مسؤولينها فرحانين وكيف تاخروا بتهجير الأضماغة ماذا نبقى لي انا ما نقول رئيس الحكومة الحالي كي يقول لك احنا رجعناك نكونوا مهندسين للأوروبا تا اش كونتي تبراسك خسك اللي يكونك ولي كونت سكت غادي نقول لكم واحد الحاجة وديروا حلقة في ادنيكم إذا بغيتوا تصلحوا منظومة التعليم في المغرب خس يكون واحد الحوار مججمعي يكونوا منخارطا فيه جميع الأطراف دي المججمع يكونوا معلمين واساتذاء وطالباء وخباراء ومختصين واولياء الأمور عندك يصحب لكم التعليم غادي تصلح بنموسة وبالقرارات الفرضية هذا الواقع السيئ للتعليم في المغرب ما انتم لا نسويقا لديه ونحن رجعنا في خاطرنا تفعت القادم مدرس مغراء 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 كيف أحد منك تقبلتك أحسن مدرسة على فرنسيا قبلتك العام الذي انتهت هذا ليس قد أقرأت تلاميذ والهم على إضرابات التي كانوا منهم دايرت الأساتذاء وهذا العام بدأت بتأجيل الدخول المدرسي قال لك الأساتذاء مشاركية في الإحصائي انتم لماذا تحصيو هذا الشعر؟ ماهو الفائدة من الإحصائي؟ الدول اللي كيحسيوا المواطنين ديالهم كيشوفوا احتياجاتهم وكيوفرهم ليهم كيشوفوا الناس شنو خصهم وكيحضروا لهم ذاك الشي احنا الاحصاء غير باش يعرفوش حال تزادت من الناس ما في المغرب معليش هذا مشي موضوعنا موضوعنا هو التعليم اللي ضايع فاد البلاد اللي التعليم ضايع حيش الدولة عمرو كان عدة اهداف مسطرة لإصلاح التعليم الدولة هما الواحد هي تعبط طريق لأصحاب المدارس الخصوصية لوبي تعليم ولكن ينسوا باللي عمر لوبي التعليم والمدارس الخصوصية يعزو لك روح انتماء في البلاد وليبنيو لك واحد الجيل عدوك يبدأ على البلاد في المستقبل عاو تاني المشكلة اللي يرجع يخلي بنادم يكره التعليم فاد البلاد كتر وكتر هي كتلقى ناس اللي في المناصب الكبار والمناصب العليا واللي ناجحين في المجتمع تعليم ديالهم على قد الحال ولا ما قارنش في خطرة اللي ناجحين في المجتمع دابا ما كانواش قراية في صغرهم ولا اضميغة ولا عندهم شهادات عليا فحل لك تقول التعليم الجيد ماشي هو الواسيلة ديال ترقي في المجتمع المغربي دابا كنشوفو اصحاب تيك توك والفنانة والتافيهين واللاعبين ديالكورة القادم والمشاهر والنجوم كيف تخروا ديما باللي هما عمرهم قرار وباللي هما اقل التعليم من غيرهم ومع ذلك وصلوا في نبغاو وحقوا جميع احلامهم ذا كالرتبة اللي كنحتله في التعليم في العالم را ما كادمش علينا بها را نستحقوها المدارس اللي كنا في المغرب ما كافينش للتلاميذ عدنا نقص في المدارس في المدرسين وحتى المدرسين اللي كينين ما كيتخلصوش مزيان عليها كيتطروا لبعض منهم يعطيوا معلومة ناقصة في القسم التلاميذ واللي بغى المعلومة كاملة لولده خصو يدير مراجعة لولاده إلا درتي مراجعة كيتزادوا مصارف جديدة على الجيب وحنا ما ناقصينش تدرهم زايد فينا فضيل هالظروف الاجتماعية اللي كنعيشوا فيها دابا أي دولة كتكون رافضة يكون عندها مواطن حر كيقول رأيه بكل صراحة هادو ما كيكونوش باغن روح المواطن هادو كيكونوا باغن روبوات يكونوا كيقولوا لهم قلس قلس وقف وقف في حل ماكينت يكون الشاب يكونوا كاملين كيتشابه خص كل شي يكون يعزف نفس النغم اللي كترضيهم ما تحاولش تعارض إلا مشالك رسقك سكت إلا مشالك أرضك سكت إلا تحقرتي سكت وخلي القانون ياخد مجدره أجي بعدها هاد البلاد فيها قانون فالوقت اللي كل شي ما عاجبوش يتأجل الدخول المدراسي جاي بنا عاو تاني واحد الكذباء بحل كورونا قل لك جدري القيري هداو وعاو تاني غايديروا الحجر ولا ما عارت شنو غايديرو زع ما يكون هاد هاد الجدري صعب على الجدري ديال البيطالة وغلق الأسعار وصعوبة العيش فضل هاد الحكومة الفاشلة دابا غادي نخليوا مشاكل المغرب جانبا وغادي ندوي لكم شوية علشنوا واقع في العالم غادي نفكركم في واحد دكرة آليمة اللي مرت عليها 11 عام دابا شكون فيكم بقي عاقل على مجزرة دي الرابعة العدوية هاد المجزرة اللي تحاصروا فيها المعتاصمين من خوتنا الميصريين بالطائرات ديال هليكوبتر هالطائرات كانوا كي تستعملوهم غيف الحرب كانوا كي حلقوا فو قراس المعتاصمين في الميدان ديال الرابعة الناس كانوا في الاعتقاد ديالهم دوك الطائرات جايين غابش يصوروهم حتى صدق القرطاس نازل من سمة في حجة قوة القمع الميصرية شعلوا العافية في الخيام والجوتة اللي طاحو في الارض مش هاد كيد من القلب دك الشي باقي موتق وتم النقل دياله بزاف ديال القناوات العالمية علش وقعت هاد المجزرة حيث الشعب الميصري صوت على وحد رائس الاسم دياله مورسي اول رائس شرعي في تاريخ ميصر جاب انتخابات نازيهة من اللي شافوا كيفاش نقالب عليه السيسي ولحوا في السجن هو ولاده ناس خرجوا في مظاهرات اعتاصموا وعبروا على رفضهم لدك الانقلاب قوة القمع السعملوا ضد المتظاهرين القرطاس والقنابيل المسيلة للدومور وريحة الدم بقى لدابة كتشم في الميدان ذي الرابعة وشاهدة على خيانة السيسي ناس كل دقيقة يسمعوا خبر ديالشي واحد من الاقرباء ديالهم مات ما بقوش عارفن علي من يبكيوا ولا علي من يحزنوا ويحزنوا على بلادهم اللي كيشوفوها قدام عينيهم كتضيع ولا على عائلاتهم وصحابهم اللي ماتوا في ذلك الاعتصام قوات القمع كانت كتركع المواطنين على ركابيهم وعلى كرشهم في حلشي أسرى ديال الحرب وهي تعتبروا الحقوقيين إيهانة للبلاد قبل ما تكون المعتاصمين ووزارة الصحة تابعة السيسي قالوا باللي ماتوا 670 شخص في ذلك الاعتصام ولكن في الحقيقة عدد القتلى فات 2120 شخص السيسي استعمل القوة المفريطة كيف كي استعمله جيش الاحتلال مع أخوتنا الفلسطينيين نقوله في غزة كنا مقاومة مسلحة كتقاوم لعدو ولكن ذلك الاعتصام كان اعتصام سلمي بشاهدة الجامع شنو اللي خلق نظام السيسي قتل المعتاصمين بذيك الوحشية وماشي غير المعتاصمين اللي تقتله حتى الصحفيين حيث نظام السيسي كان بغي يحجب الحقيقة على العالم السيسي كان طالق إعلامه على المعتاصمين اللي وصفهم بالإرهابيين والقاتل والمجرمين وكان كيقول باللي راهم مسلحين باش يعطي الراسه شرعية باش يقتل وحتى شي واحد ما يتحاسب معاه كون بغا السيسي يفرق ذلك الاعتصام بأقل خسائر كون فرقه ولكن هو أثر باش يفرق الاعتصام بالقوة والعنف والرصاص والقنابل المسيلة للدموع لأول مرة كتستعمل في ميصر سد على المعتاصمين جميع الممرات اللي يقدروا يخرجوا منها ويهربوا منها خلى ممر واحد اللي كيدوز منه يكي قتله ولكي اعتاقله هذا كيقول على راسه أنا مسلم وكيبقوا فيه الناس في غزة هو اللي يعطى الأوامر باش يتحرق مسجد رابعة العداوية في ميصر واش النظام اللي قتل المئات من شعبه سيتسنى منه يتعاطف مع خوتنا الفلسطينيين ايش درام السيسي بداف رابعة ومسالة اشتمة باقي اليومين هادا ساد المعبر في وجه المساعدات اللي كيدوز الخوتنا الفلسطينيين باقي كي صيفة الأبرية من شعبه للسجون اللي كي عرضوا سياستو السيسي ماش غير ساكش على دك الشي اللي واقع في فلسطين لا تقدر تقول شاريك فيه كينفدل احتلال جامع ما طالبه ساد الأنفاق اللي كيدوزوا منه المساعدات من ميصر الفلسطين وهد الأيام خرج وزير ديال الدفاع ديال الاحتلال وقال فعهد الرئيس مورسي كان كيدخل السلاح من ميصر الفلسطين أما دابا ما بقى كيدخل عرفت عش ما بقى كيدخل فعهد السيسي حيث هدي هي المهمة الرسمية اللي جعل قبلها السيسي باش يمنع المونع مع خوتنا الفلسطينيين وهد الكلام اللي قال وزير الدفاع الاسرائيلي كيبقى شهادة ويسام شارف حق الرئيس الراحل مورسي وشهادة اللي فضحات خيانة الرئيس السيسي قدام الشعب المصري وجامع الدول العربية السيسي عمره ما غيكون رئيس بحل باقي رؤساء العالم ما يقدرش يخرج للشاريع عادي ويتمتع بحريته بدون حارس خصو ضروري فما يحط رجليه في شي بلاسة خصو تكون واحد الحراسة أمنيا مشدادة علاش حيتخايف عارف راسو شنو داير عارف باللي هو غير مرغوم فيه من اللي كانوا نسمعوا بحلات القيصاص كان عارفوا علاش الارض ما كتشربش الديماء وكان عارفوا حتى علاش التاريخ ما كينساش المجرمين والعملاء لحد هنا وباراكة ها هو مشا عمي كان معاكم داك خون اللي كتعرفوه بلا ما يحتاج يسمي ترجمة نانسي قنقر